طيب بعد كل الهيصة والجلسة الخاصة في مجلس الامن الدولي والكل قاعد همعلم يكتمي الانفاس الكل قاعد منتظر صدور قرار حاسم بوقف اثيوبيا ان هي تملى الملء الثاني للسد طبعا ما احنا رحنا باللغة الكورة كده رمينا الكورة في ملعب الكبار الكبار اللي ظنن مننا انهم يحلوننا الاشكالية والدنيا تخلص والكبار المفروض لما بنجيب كبير ونلجأ لكبير مش معنا ان احنا صغيرين لا بس الكبار بيحكموا كبير والكبير ده لازم يبقى له حكم يا اخي مش هيقولك حكم هقولك توصيات هقولك بيان هقولك يجيب الدولتين دول ويقولهم او التلات دول دول ويقولهم لا يا جماعة الصح كذا والمفروض كذا والمفروض كان يقول بقى ان اثيوبيا غلطانا والمفروض كان يقول وهو من منطق قوة لازم يا جماعة توقفوا عند حدوكو شوية يا اثيوبيين المفروض كان يقولهم انتو ما ينفعش تتلعبوا بمصير شعبين كبار زي مصر والسودان لكن واضح كده ان اثيوبيا كانت فهمة اللعبة اللعبة اللي انكشفت بعد ما اعاد مجلس الامن التابع للامم المتحدة ملف صد النهضة الاثيوبيا والنزاع عليه وراء تاني للاتحاد الافريقي تعالوا شو في الخبر ده كده والعنوان وهتلاقيهم معبرين جدا عن اللي حصل خبر بيقول كان لاثيوبيا ما ارادت بمجلس الامن مصر والسودان في مأزق وجودي وهذه خياراتهما الصعبة في مواجهة سد النهضة تمام خيبة امل كبيرة هي فعلا يا جماعة خيبة امل خيبة امل كبيرة جدا اخوانا اعضاء مجلس الامن بما فيهم الدول الكبرى زي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا قال لك بص يلا يا معلم بيتك بيتك وكل واحد على بيته وارجعوا بقى للاتحاد الافريقي ايه يا جماعة هو انتوا بعد ما لجأنا لكم وروحنا مجلس الامن وقعدنا واجتماعات ومفاوضات وطاولات اثيوبيا من اسبوع قالت هنحل الموضوع في افريقيا ومجلس الامن مالوش لازمة قالوا كده الاثيوبيين قالوا كده مجلس الامن مالوش لازمة تقوموا تثبتو لهم كمجلس امن ان انتوا على لسان الاثيوبيين مالوش لازمة ازاي طب ليه عشان ايه لمصلحة مين طيب الاغرب من كل ده كلامه ازير الراي الاثيوبي والله العظيم يا جماعة الراجل ده لما سمعك كلامه دلوقتي وتصريحاته هتستغرب جدا وهتعرف قد ايه الناس دي اصلا مكبرة دماغها وسندين ده الروم على حد جام داوي يعني الدول كلها اللي موجودة زي ما شفنا مثلا مصر بعت وزير الخارجية سامح شكري طب انتوا بعضتوا مين يا اثيوبيا قالك يعني اخركم في مجلس الامن انا بعتلكوا وزير الراي وكلامه وزير الراي غريب جدا قاله في كلمته قاله ان منقشت قزمة سد النهضة في المجلس والله العظيم زي ما بقول لكم كده قالك بتضيع وقتي ومجهودي وزير الراي الاثيوبي قالك يا جماعة يعني انتوا جايين تضيعوا وقتكم معنا وانتوا مستعجلين ليه ما تهدوا عليها شوية اهدوا علينا شوية كده عشان ايه ما نضيعش وقت بعض وزير الراي الاثيوبي بيقولك ان انتوا بتضيعوا وقتي وان يعني موارد الامم المتحدة ومجهودها بيضيع في اللي انتوا بتعملوه ده وان بلاده اللي هي اسيوبيا شاركت في المفاوضات بحسن نية وبرعاية الاتحاد الافريقي لكن مصر ترفض اي حلول مقترحة ده كلامه هو ها مش كلام انا لان مصر الحد مبارح بتتفاوض مصر الحد النهاردة بتعول عالتفاوض وده كلام الراجل اهو بيقولك وزير الراي الاثيوبي مناقشة ملف سد النهضة في مجلس الامن اهدار للوقت بقولك انتوا بتضيعوا وقت مصر لسه رغم كل ده خطابها مازال متأرجح يعني وزير الخارجية المصر سامح شكري بلغ مجلس الامن ان جهود الاتحاد الافريقي بشأن سد النهضة الاثيوبي ايوة نشد حنة بقى مع بعض شوية كده ووصلت لطريق مسدود طب وبعدين انا معالي الوزير وبعدين يا سامح بيا شكري قالك ان ما تريده مصر انا بقرألكو كلامه بالضبط هو تبقولكو كلامه بالضبط ان ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانونا يحمي مصالحنا وايه كمان قالك ونحن جئنا الى مجلس الامن بحثا عن حل سلمي ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم في حال عدم التوصل الاتفاق كلام معقول دبلوماسي اه دبلوماسي لاي على وزير خارجية اه ما هو وزراء الخارجية بيتكلموا دايما بالدبلوماسية دي وبالعقلانية دي ماهوش كلام مثلا خبيل عسكري واستراتيجي ماهوش كلام وزير دفاع ده راجل وزير خارجية قاعد في مجلس الامن بيعرض المشكلة وبيقول عندنا مشكلة كذا 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 ووصلنا لايه وعملنا ايه فكلامه معقول ودبلوماسي بس لسه بندور على مفاوضات تاني ورغم الكلمات المخيبة للامال من الدول اللي سبقت كلمة مصر الا ان شكري طالب المجلس بتحمل مسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان انخراط الاطراف في تفاوض فعال يفضي الى اتفاق يحقق المصالح المشتركة انا هسأل سؤال هو انت مالك يا عم بالك طويل قوي كده ليه طولت البال دي وعندك امل منين يا سيادة الوزير ادينا الامل ده بجد انا كمصري والله العظيم وكل المصريين انا مبلوكش ان انت عندك امل بس انا بقول لك صدر لي الامل ده وقول لي والنبي مصدره فين عشان اروح اشتري لي بمليون امل انا عايز امل اهو شكري سنحمي حقنا في الحياة حال تعرضنا للخطر بسبب سد النهضة طيب انا عايز اقف شوية عند الجملة دي سنحمي حقنا في الحياة سنحمي حقنا في الحياة دي يا جماعة سنحمي حقنا في الحياة دي تحتمل معنين بصراحة يعني ايه لما انا اقول سنحمي حقنا في الحياة يا مشت خلاص سنحمي حقنا في الحياة يبقى انا هدافع عن حق الاخر لحظة تفاوض قعدت مجلس امن رحت كلمة اتكلمنا عرض وعرضنا دول سندت فيه دول سندت زي تونس وقالت يا جماعة حق مصر والسودان والكلام ده كله يا اما بقى تحتمل حق حاجة تانية خالص وانا ما بتمنهاش ابدا ان هي تكون ايه ان هي تكون سنحمي حقنا في الحياة هنستحمل بقى اللي بيحصل فينا ونشرب مية مجاري وخلاص والسد يتملي وبتاع انا مش عايزي الاحتمالي التاني عايزي الاحتمالي الاولاني ماشي واظن يا رب يعني ان نسامح شكر يكون قصده كده وان مصر والقائمين عليها دلوقتي يكون قصدهم كده ان احنا سنحمي حقنا في الحياة لحد اخر رمى فينا طيب لكن في اخر كلمته رمى وزير الخارجية كده تهديد صغير ايوة بقى انزل يا معلم بالتهديدات وقال لك مش عارفين اذا كان حقيقي بصراحة الناس اللي سمعت الكلام ولا فض مجالس لما قال ايه قال كده بالنص في حال تضررت حقوقنا المائية فلا يوجد امام مصر بديل الا انتصونا حقها الاصيل في المحافظة على الحياة جميل جد ودبلوماسي ورائعه بس في لهجة كده جديدة شوية يعني هو السياق صعب مع مد الحبل الاسيوبيا للمفاوضات واعادة اطلاقها مرتين وفي نفس الوقت التهديد بحقنا في الحفاظ على الحياة طب امارت ايه كل السنين دي يا جماعة والعملية واحنا بنتبعها كده مشى في اتجاه واحد طرف بيفاوض اللي هو مصر وطرف بينفز اللي هو اسيوبيا الغريب انه لم يصدر اي قرار حتى الان او بيان حتى متعلق بالمشروع اللي تقدمت به اللي قلتلكوا عليه من شوية تونس لاعضاء مجلس الامن وكانوا بيدعوهم فيه للتوصل الاتفاق ملزم بين اسيوبيا والسودان ومصر عشان نشغل السد خلال ست شهور رئيس بعثة الجامعة العربية في الامم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح قال تصريح قال فيه كده ان المداولات لسه شغالة المفاوضات لسه شغالة في مجلس الامن حوالين ايه يا فندم قالك حوالين مخرجات الجلسة اللي انعقدت واللي احنا غطناها مبارح حوالين قزمة سد النهضة طيب دلوقتي حد يقول لي لسه فيه امل في مصار التفاوضات هقولك والله انا انا كمواطن عندي عندي امل ونفسي بقى فيه امل وانتو لازم يبقى عندوكو امل بس هي العملية مش بالامنيات خلينا نشوف الناس الخبراء بتوع العلوم السياسية زي مثلا الدكتور احمد عبدربو استاذ العلوم السياسية في جامعة القرار تعالوا نشوف كده رأيه ايه ممكن نفهم من كلامه حاجة الراجل بيقول للأسف وكما كان متوقعا جلسة مجلس الامن بخصوص صد النهضة جاءت مخيبة للامل المصرية والسودانية واعتقد ان نصانع القرار المصري كان متوقع السيناريو ده لان زملائنا في الخارجية فاهمين كويس حدود تحرقات مجلس الامن وكونه المسؤول الاول عن ضعف الامم المتحدة لكن لده حديث منفصل تمام ايه المقلق بقى من وجهة نظر احمد قال ان المقلق في جلسة مبارح نقطتين الاولى مواقف الدول دائمة العضوية اللي تراوحت بين الدبلوماسية الماسخة بل ووصلت في بعض الاحيان الى حد الوقوف ضد مصر ورفض تهديدها العسكري والنقطة التانية ان التغطية الاخبارية العالمية للجلسة كانت ضعيفة جدا وده معناها ببساطة ان تهديد مصر باللجوء للعمل العسكري لم يؤخذ حتى اللحظة على محمل الجد لا اعلاميا ولا سياسيا وبيقولك لو اضفنا لده استراتيجية السوبيا الواضحة في كسب الوقت تمام لو اضفنا لده استراتيجية السوبيا الواضحة في كسب الوقت في تفاوض لا طائلة منه واستغلال الوقت ده لفرض سياسة الامر الواقع على الارض نقدر نفهم ان المزيد من المفاوضات دون اي اجراء حاسم لتجميد عملية المال الثاني يعني المزيد من تضييع الوقت والمزيد من ضعف او اضعاف الموقف المصري ده كلام مهم جدا طيب يعني ده الطريق لحد اخر نقطة في التفاوض قبل العمل العسكري مصر راحت اتفاوضت اتكلمت قالت حكت عرضت زي ما قلت لحضراتكم فالطريق في التفاوض مصر واغدال حد اخره ورغم انه معروف نهايته وانا بقول لك هوا وانه اسيوبيا مش هتتراجع في النهاية بعد ما شافت ايه بقى ما هي استفادت اسيوبيا جماعة من مجلس الامن استفادت ايه هي مكادش عايزة تروح مجلس الامن وقالت تقول لك نرجع افريقيا وبتاع ولما راحت مجلس الامن وقالوا الكلمة بتاعتهم اللي كانت غريبة جدا وفيها قوة غير عادية حسوا ان فيه دعم امريكي ليهم وفيه دعم روسي ليهم فقال لك ايه نرجع بقى ونرجع عودة المفاوضات يبقى هنا لازم نعرف اهمية الضربة العسكرية ولازم نعرف حجم الضربة العسكرية انما هنفضل نعود نتكلم ونتفاوض وطحت الطاولة وفوق الطاولة ومجلس الامن والاتحاد الافريقي والناس لا وادر وبيبنوا وبيضبطوا وبيملوا ملوى اول وشغالين ملوى تاني واحنا عاديين لسه راحين مجلس الامن وجايين من مجلس جميل التحركات الدبلوماسية والله رائعة بس لو قدامها تحركات دبلوماسية برضو يبقى المباراة جال والدنيا تمشي انما انت عمال شغال تحركات دبلوماسية وهم شغالين تحركات عملية وبيبنوا وبيملوا طيب انما لما تضرب معناها ايه ان انت قلبك جامد ومش مجرد تدمير وريهم يا عم العين الحمرة يا عم وريهم العين الحمرة زي ما اي دولة بتوري اي دولة زي ما اي دولة بتدعم اي دولة من الخلف كده وزي ما السوبيا قلبها جامد وقالت لك قصنا شايفا ان روسيا وامريكا بيدعموا فخلاص نرجع الاتحاد الافريق ونحل مشاكلنا هناك طيب فيه ناس بتقولك ان مصر والنظام المصري مجبرين على خطوة الضرب دي اللي هي عكس كل المصار اللي فات من ساعة اتفاقية المبادئ في 2015 لان دلوقتي مفيش مفر من التحرك العسكري